ترجمة نانسي قنقر أكدت الخطوات التي تم اتخاذها في تنفيذ خصخصة الكشف الطبي للعمالة الوافدة على دور التنسيق المشترك بين مختلف الجهات المعنية بتوقيع الكشف الطبي لتحقيق أهداف هذا المشروع الذي جاء عكاسا مهما لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودتها ورفع كفاءتها وإشراك القطاع الخاص في هذه التوجهات الجديدة التي تفرضها المرحلة الحالية والمستقبلية التي تكمن في تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك للتنمية وإعادة رسم دور القطاع العام كمنظم وهو ما تم البدء فيه بالفعل مع اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للخطة الوطنية للصحة والتي أكدت على تغيير دور وزارة الصحة من المشغل إلى المنظم هذه النقلة في فترات الانتظار تساهم بصورة كبيرة في الأمن الصحي للمجتمع البحريني ككل يضاف إلى ذلك أن تفريغ مركز الرازي من هذه المسؤولية يوفر كوادر طبية مؤهلة لدى وزارة الصحة يمكن الاستعانة بها في الخدمات الصحية الأخرى التي تقدمها وزارة الصحة إلى المواطن والمقيم لرفع كفاءة هذه الخدمات وتوجيه الموارد التي كانت تخصص لعمليات الفحص الطبي إلى خدمة المواطن ورفع مستوى كفاءة الخدمات له كما أن القرار يعبر عن السياسات الصحية الحكومية والاستراتيجيات الوقائية التي تحرص مملكة البحرين على تفعيلها والالتزام بها دولياً فخصخصة الفحص الطبي للعمالة الوافدة انعكاس مهم لتوجهات رسم دور القطاع العام وتحوله من مشغل للخدمة إلى منظم لها ناهيك عن كونه يأتي ملبياً لتنامي المشاريع الاستثمارية في المملكة مشروع خصخصة فحص العمالة الوافدة والذي يعني بالتحديد فتح المجال للقطاع الخاص لتقديم هذه الخدمة طبعاً ساهم بشكل كبير في توفير المواعد بالسرعة المطلوبة بحيث أن من يدخل العامل إلى مملكة البحرين من خلال التطبيق هذه اللي حين طبقناه يأخذ ثلاثة أيام يحصل موعد وممكن تطلع النتائج خلال 48 ساعة بالكثير السبوع إذا كان فيها تحاليل المطلوب وراجعتها فبالتالي ساهم في أهميته ليس فقط أن أقدم المواعد بسرعة والنتيجة تطلع بأسرع إنما أنا هدفي الأكبر هو حماية المملكة من دخول الأمراض المعدية اللي ممكن يكون فيها العامل الأجنبي يحتاج فيها الفحص المبكر عشان نتأكد أن ما ينشر هذا المرض طبعا هذا ساهم بشكل كبير أيضا على قطاع الاستثمار إن أهمى بالتالي أصحاب الأعمال يقدرون يحصلون على الخدمة بالشكل الأسرع والهيئة من جانبنا هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية تتأكد من ضمان جودة الخدمات المقدمة في القطاع الخاص وإن القطاع الخاص ملتزم بتقديمها بحسب الاشتراطات والمعايير اللي كانت تقدمها وتفرضها وزارة الصحة والمطابقة عالميا لفحص العمال الوافدة بشكل عام في المملكة بدأنا بالموافقة على 14 مؤسسة صحية خاصة لحد الآن وصلنا إلى 19 وهناك تسع مؤسسات أخرى تنتظر الموافقة على اعتمادها لتقديم هذه الخدمة فبالتالي نجد أن أصبحت المواعيد تتوفر بشكل أكبر والخدمة بشكل أكبر القرار يضمن سرعة إنجاز واستكمال الفحوص المخبرية والتحاليل الطبية في وقت قياسي وجودة عالية يسهم في تعزيز الأمن الصحي لمملكة البحرين بالإضافة إلى أنه يرمي إلى تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة الإنتاج إلى جانب أنه ترشيد في التكاليف في الوقت الحالي دور وزارة الصحة هو التدقيق ومتابعة ومراجعة النتائج لم تعد وزارة الصحة هي مقدم للخدمة آخر موعد للفحص العمالة الوافدة بتاريخ 9 فبراير بيكون في مركز الرازي وبعدها إلى 1 أبريل بنكمل المتابعات للمواعد السابقة ومن ثم سيتم العمل فقط على التدقيق ومراجعة الفحوصات التي تأتينا من المراكز المحددة التي تكلمنا عنها تمكننا لحد فترة قريبة من تقريبا فحص 29 ألف وافد في حدود فترة قصيرة اللي نحن ابتدنا من نوفمبر تقريبا فتمكننا من فحص هذه الأعداد ومكننا من التصديق بالقبول أو عدم القبول على 25 ألف من هؤلاء المتقدمين إلى الفحص إن العمل بالنظام الجديد لتوقيع الكشف الطبي للعمالة الوافدة الذي بدأ رسميا في التاسع عشر من شهر نوفمبر الماضي قد دشن آلية فعالة نحو تسهيل إنجاز المعاملات المتصلة بالعمالة الوافدة المرتبطة بأكثر من جهة وإنهاء إجراءاتها بالسرعة المطلوبة التي يتطلع لها المواطن والقطاع الخاص والمستثمر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر